على صعيد آخر وصلت إلى المطار الحريري في لبنان طائرة مساعدات أردنية رابعة تحمل معادة طبية وغذائية إلى بيروت أرسلتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتنصيق مع القوات المسلحة الأردنية وذلك تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في ظل الظروف التي يمر بها وكانت الهيئة أرسلت منذ بداية الأزمة ثلاث طائرات تنوعت فيها المساعدات من مواد طبية وأدوية وغذائية وأكد الجيش اللبناني تسلمه 14 طن من المواد الطبية المقدمة هبة من المملكة الأردنية الهاشمية للمؤسسة العسكرية اللبنانية عبر مطار رفيق الحرير الدولي بحضور السفير الأردني وليد الحديد ومندوب عن الجيش اللبناني